اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه فعلا هو الراجل عايز من الست بجد دي حقيقة يعني لو اهتمت بيه زيادة وقالوه وروحت فين وجيت منين وقالت ايه طب احضر لك ايه ده اهتمام زيادة من الست يقول لك بقى ايه دي خنقاني ومش مندياني مساحتي الشخصية لو هي محتوية بقى كده ويعني محاجية عليه كده وبتحبه بتهتم بيه اما بقى لو كانت الست شخصية قوية قوية بقى ست كده يقول لك لا 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 ده يتقلق منها لا لا دي ست مساحة لا 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 واللي هي ست بتعرف تاخد حقها يعني عارف حقوقها فين فجأة الراجل يقول عليها دي ست جبروت ست يتخاف منها ليه عشان هي فاهمة ايمية نفسها واحتياجاتها واحقوقها تعرف تاخدها طيب لو الست احتاجت له في كل حاجة يبقى مطلعها عيني ومشايلاني عمها ليله ونهار ولو الست يعني ما عرفش ما فهمش وبتاع يقول لك دي جميلة دي ما بتعرفش تعمل حاجة من غيري طيب لو انا باشتغل قبل الجواز ييجي الراجل يقول لي لا لا بقولك بعد الجواز خليك قاعدة في البيت خليك قاعدة في البيت كده تسلتتي كده وبيدوكي كان في الشغل خمسة ستة انا هدهوم لك بس تعودي في البيت كده تاخدي بالك من البيت وتاخدي بالك مني ولما نجيب حتة عيل كده يبقى قادرة تزبطي البيت وبعد قبل الجوازة هي بتشتغل واندبندنت وجميلة وامر وهو مبسوط بيها ان هي شخصية نكح بعد الجوازة يقعدها في البيت بعد ما تقعد في البيت يقولك دي مزهقاني وانطهقاني الله ما كانت البنت شغالة ونكحة وجميلة وشايلة نفسها ليه عشان كان بيغير من اللي حواليها مش عايز اي راجل تاني يقولها كلمة حلوة مش عايز اي راجل يشوفها وهي حلوة فاركن في البيت يحطها جوه العلبة والسندوق ويقفل عليها ده يخلينا نسأل سؤال هل الراجل قبل الجواز بيكون الاحتياجات وأولويات مختلفة احنا ما نعرفهاش طب هل الراجل ده نفس الراجل نفس الراجل اللي أنا هتجوزه ده في الخطوبة شيء واحتياجاته شيء بعد الجواز هل أولوياته بتتغير هل بيكون شخصية تانية خالص لازم أفهمها واستوعبها يعني هل احنا أنا اللي مش فاهم الراجل احتياجاته ايه وعايز ايه وايه الحاجات اللي بتتغير فيه ولا هو اللي مش فاهمني ولا فاهم ان أنا قبل الجواز شيء وبعد الجواز ليه احتياجات تانية واهداف تانية والشخصية البنوتة اللي قبل الجواز غير اللي بعد الجواز فيه لغبطة كده يا جدعان في الاحتياجات والمفاهيم قبل وبعد قبل الارتباط وبعد الارتباط قبل الجواز وبعد الجواز بنفضل يعني بنشوف رجالة حيرانة والله الراجل عايز اتجوز انا بشوف شباب بيجولي بيحكولي مشاكلهم يعني عايز اتجوز وحواليه كتير عارفين فيلم بولبل حيران والله النجم احمد حلمي فاكنين الفيلم ده كان عايز الحتة دي من البنت دي عاجبه فيها شخصيتها قوية والبنت دي عاجبه فيها ان هي الشيك وجسمها حلم والبنت دي عاجبه فيها ما عارفش ايه فهو كان طول الفيلم حيران عايز اتجوز دي ولا اتجوز دي ولا اتجوز دي انا عايز كل التوليفة دي فهل انت عارف نفسك طب احنا عارفين ازاي ناخد اللي ناسبنا وطبيعة شخصيتنا فاوقات كتير اول ما بنبقاش اصلا احنا فاهمين نفسنا وانت كراجل اوات كتيرة قوي انت مش عارف انت عايز ايه صدقني ايوة انا بقولها لك او انت مش عارف انت عايز ايه وعايز ايه من البنت اللي انت عايز ترتبط بيها عايزها ست بيت عايزها ست جميلة طول الوقت وجسمها يبقى طول الوقت بالمصطرة والمزورة عايزها نكحة ولا عايزها بيتوتية انت عايز ايه ما كل حاجة لها حاجة كل حاجة لها حاجة أنا ليه احتياجات أنت لو ما سددتها شكرا بالعلاقة فشلة طيب كل اللغبطة دي هنحاول هنحاول نوضحها ونفهم نفسنا هيكون معايا ضيفي في الستوديو الدكتور سامح نصر استشاري العلاقات الأسرية نفهم منه أكتر قبل الجواز غير بعد الجواز والشباب عايزين إيه والرجالة نفهمهم إزاي وإزاي إحنا نبسط نفسنا برضو لأن أحيانا إحنا بنحس نفسنا ده أنا بسيطة قوي ده أنا حدية خالص ده أنا طالباتي وفاشة أي حاجة صعبة وأنا ذات نفسي مش عارفة نفسي يلا فاصل ويكون معايا ضيفنا في الستوديو وارجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ومعايا بقى في الستوديو الدكتور سامح نصر استشاري العلاقات الأسرية اللي هنتكلم معاه هو الراجل عاوز إيه من الست دكتور سامح زكا 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 أنت دخلة غمقة جدا دخلة قوية صعب أنت عملاي يا أخباري كيف الحمد لله الله يخليك بناي خليك هي المشكلة بجد يعني أنا مش النهاردة مش هيجع الرجالة ماش خلاص هبقى محايدة تمام لأن ساعات بجد بجد وانا قليلا لما بقى صريحة قوي كده من ناحية الستات ساعات بلاي فعلا فيه بنات بتيجي تشتكيلي وستات أنا بكتشف ان هي في الآخر بجد هي مش عارفة هي عايزائي صح تبقى بتحبه وعايزائي ومعرفش إيه وتقرفه في عيشته صح لا لا دخين وأنا مش هكمل معاه ومعرفش إيه وهكي أرجع على إياه بتجري وراه وبتصلحه وعايزائي وتعايد بالدموع لو سبب تمام فبلاقي إن مش بس الرجالة هي مش عارفة يا عايزة إيه لا ده فيه ستات كتير قوي عندها الاحتياجات متلقبطة دخلة في بعض فخلينا الأول ناخدها كده دول حلوين ودول حلوين آآ آآ عشان ما عادش يزعل من هنا صحي كده؟ كل الرجالة جميلة جميلة آآ وكل الستات جميلة لا وفيه ناس بتبقى فعلا متلقبطة ومحتارة يعني متخبطة في حياتها وعلى فكرة ده بيأزيها هي صح قبل ما بيأزي الطرف التاني صح خلينا في البداية نعرف الراجل عايز إيه من الست راجل الطبيعي اللي هي مقاييس الراجل الطبيعي اللي ما عندهوش أمراض نفسية لا عندهم فصام ولا فصام ولا ولا الشيزوفرينيا ولا الراجل الطبيعي آآ ولا تجارب وحشة قبل كده آآ ولا مش عارف إيه آآ ولا هي جاية تدفع الفاتورة التجارب اللي في حياته اللي مش هندخل في السواد بالظبط راجل الطبيعي عايز يتجوز كده وعايز يرتبط بيبقى إيه دايما مصافات الراجل أنا عايز إيه من الست بسي هقول لحضرتك هو عمدا الراجل والست اللي اتنين بس خلينا في الراجل الأول راجل الأول إن الراجل لا هو عايز حاجات كثيرة قوي لأن ده وفقا لإيه بقى للتربية بتاعته وهو متعاود على إيه والثقافة بتاعته وهنقول مش لثقافة المجتمع المصري مثلا أو العادات والتقاليد لا للثقافة بتاعته هو شوف يبقى واحد كم متربي فين واحد متربي فين أنا هو ده لأنا عايز خلينا نروح متربي فين وديني نموذج يعني لو واحد جاي من محافظة مثلا أرياف شوي ريفي يعني لو بنكلم إنه ده ريفي وده مش عيب وإحنا ثلاثة أربع أهلنا من الأرياف والفلاحين فماشي فالريفي ده متعود على إيه فلما يجي الجاوزة يبقى مطلب بإيه ونروح للقاهري ونروح للجزاوي ونروح للسعيدي والسعيدي والإسكندراني يعني يا أصد إيه خلينا كده الحلقة دي كنتنت مختلف تمام مش هنتكلم في العموم هنتكلم في التفاصيل بوسي الراجل السعيدي طبعا في إيه يعني هنقول غالبية الرجال مش هنقول طبعا كلهم لأن كل قاعدش رويز لكن غالبية الرجالة في الصعيد هتلاقيهم لا أولا الست ما تبقاش بتشتغل تمام ممكن الريف شوي بس هتلاقي الست لا ما بتبقاش تشتغل ولو بتشتغل تشتغل حاجة ليه علاقة شوي بالحاجات اللي هي الحكومية والحاجات اللي هي ممكن تخلص ساعة 2-3 وتروح تمام ما ينفعش تتأخر اللبس اللي هي حدود معينة الشكل اللي هي حدود معينة الخلفة دايما بتبقى سريعة تمام تعالي بقى ايه الناحية التانية مثلا راجل القاهير لا هو عنده ممكن تكون او الاسكندراني او الجزء اللي هو بسواحل شبهها بعض شوي شبهها القاهرة هتلاقيهم لا ممكن عادي ان هي بتشتغل ممكن بتتأخر في الشغل بالعكس هم اللي اتنين بيشاركوا مع بعض في مصروف البيت تمام اللي اتنين بيحاولوا انه هم يقدموا دعم شوي مش عارف مصريف الاولاد المدرسة مش عارف ايه لكن هو بيدفع بقية اللقصات والجمعية ومعرفش ايه والاعباء اللي هي بتاعة الحياة العادية ومعندوش مشكلة خالص ان هي تتأخر معندوش مشكلة في بعض مثلا اللبس او الشكل او او حاجات كده ممكن يتفقوا على تأجيل الخلفة ودي نمازج كتير بنشوف انا وحضرتك في الحياة اه هنا في القاهرة بقى كتيرة هنا في القاهرة يقولك مش لازم نخلي في اول سنة والا اول سنتين ممكن نستنى 3-4 سنين عشان نكون استقرينا جبنا كل حاجات البيت عملنا كل حاجة معين انا تليها رأيي بس في الحتة دي تفضل ومازلت عندي رأيي انا كايمان تمام ان انا ما ينفعش ابدا لن اقبل لن اقبل راجل ييجي يقول لي احنا ناجل الخلفة بما زيكم لأ انا دايما بقول وبقول للبنات وبقول اللي هي داخلة على جواز الستات دلوها دي مش هو اللي يقرر انا اللي قرر دي كرامتي انا انا من حق ابا ام في المعادل اللي يعجب صح لكن ما يجيش راجل يلزم علي اقعد سنة سنتين وتضطر تقولي اه لا باي باي يعني اصد دي كرامة ده قرار ليه علاقة بالانوسة والامومة انا هتطفق معاك الايوة شو فيك كلمة دين انا لسه عايز اقولها لك انا هتطفق معاك في الحتة دي السبب دي حتتي انا لان موضوع طبعا هنا فيه ابوة وهنا فيه امومة ما انكرناش لتنين مشاعر جميلة جدا لكله ولكن احساس الامومة مختلف احساس الامومة غير الموضوع الاب شويتين تلاتة الامومة مختلفة فهي عايزة تبقى ام من اول يوم بقى طبعا كله طبعا ارادة ربنا يعني يعني عشان بس ام اغدينها موضة هي موضة اه ام اغدينها موضة وهي مش موضة ايب يا جماعة قرار لكن تاختلافات هتلاقي ان هو في غالبية الرجالة بتوع القاهرة شوية لا احنا ممكن نخلينا ايه قدام شوية ممكن نخلينا ان احنا نستنى سنتين لا عارف انت بقى اللي هو ايه نخلص بقية القصات نخلص بقية الفلوس اللي علينا لا كان لسه عايزين نجيب الكنبة بتاعة الانتريا والليفنج لسه مجادش نعمل شوية حاجات نقدر ان احنا بعدها خلصنا الجزء ده كله فنقدر ان احنا بعدها يلا بينا ايه نبدأ ان احنا نخلف دي اختلافات يعني طبعا ما بين الرجل بتاع ده وده لكن الرجل الريفي والصعيدي عن كامل احترامنا ليهم طبعا كلهم اهلنا لا هو من اول يوم ليه عايز عزوة عايز اولاد كتير عايز بحس ان انا عايش في بيت وفي اسرة لما يبقى عندي ولدين وبنتين ومش عارف ايه وهكذا 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 طيب ساعة بنشوف قبل الجواز هي بتبقى بتشتغل هم مخطوبين هي بتشتغل ونكحة ومعها فلوسها ومعها ربيتها ونكحة بعد كده اول ما يتجاوز وهو الاول ايه بيمدع في نجاح ايه قد ايه انت نكحة قد ايه انا بحب لست النكحة قد ايه انت وغدا بالك من جسمك قد ايه انت قد ايه ليك صحاب كتير في الشغل ومجتمعية جدا وحبوبة بقى اول ما يبتدي يتجاوز شيل دومنا على الفيسبوك البنات بس اللي على الفيسبوك واعودي بقى في البيت عشان تأخدي بالك مني ده اسوأ طب والراجل ده عايز ايه ما انا هقولك على حاجة ده اسوأ راجل تقبليه في حياتك ده اهو انا راجل اهو بس نقول الحقيقة ليه بقى لان انت ارتضيت في اول يوم على ان هي بتشتغل ان هي عندها شغل كذا عندها اصدقاء كذا في حدود الاحترام والادب والاخلام ما قلناش حاجة الزمالة عندها عربياتها وبتسوق وا وا كذا الاخير فده بقى كتجي على بعض انت ارتضيت بي ومع ذلك حط بقى قدامها كلمة حلوة انت قلت يا اولوة شكلها كده ولبسها كده وجسمها والاستايل بتاعها كده ايوا فانت حابب بقى ان انت تنقي ايوا لا انا دايما نقول لهم بايه للرجالة او للستات يعني خاصة الرجالة في المنقف ده انت مش رايح انت بتاع خضار ايه مش رايح تنقي الطماطم والخيار ومش عارف ايه لا مش هتنقي انت خدت القرار ان انت خدت كذا بكل صفاتها كمل بقى على كده ما تجيش تلغي وتقول لا انا عايزة تفضلي حلوة وجسمك كويس وشكلك حلو وا 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 كذا الاخيره بس في نفس الوقت ما فيش شكل ما فيش اصدقاء ما تنزليش تروحي للكوفير ما تعمليش معرفش ايه ما تعملش لا وبعدين فجأة هي كبتبقى لابسة لبسة حتى لو هو خارج على المألوف بس انت روحت لها وانت عايب ده يعني انت هي عجبتك هي بتلبس اللبس ده اه بعد شوية بقى لا ما عنديش انا انت روما قطع ومعرفش ايه وتلبسيلي معيه ايه فالله تب ما انت روحت وهيكا بتلبس كده انت ليه وفقت من الاول امسلا ونقول للستة برضو نفس الكلام انت من الاول قلت له انا كده هفضل كده بخير وبركة قلت له انا هتغير خلاص ده زنبك بقى تب مفاتيح الراجل شوف انت اولت ايه تعاليلي ايه شوف تبقى الحتة دي جاب الحتة مهم ايه انت جبتني حتى تب مفاتيح الراجل لو انا قلتلك بقولك ايه انا كده حلو عايز تكمل معاها على كده وكي مش عايز انت حر هل الراجل بتخط بيوافق ولا يعني هل لو حب قوي هيعمل ايه ولو نص نص هيرد علي يقول ايه بصي بقى تعين اقسمهم اتنين بس حلوة اول حتة دي انا حين بالليا الستة فعلا تقول انا مثلا بصي حبيبي هم الاتنين متفقين وكل حاجة حلوة بس بص يا حبيبي انا عايزة اكمل شغل مثلا او انا لبسي كده هفضل زي ما انا كده حلوة اوي هنا بقى الراجل لو هو رفض والله خير وبركة ده للا اتنين مبسوطين جدا ان انت ماكملناش مع بعض لان احنا كده الدنيا ايه مظبوطة الراجل لو وافق وكملت على كده طول عمر لك كل اللي احتراموا التقدير اه تب افرز وافق غيرت بقى وافق عشان لي ماين ايوا جيلك بقى في حيثة دي انا لما امتلكها بس هعمل لانا عايزه كل لا 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 هنا بقى غلط خالص وهي برضو ما توافقش طبعا من اول لقطة ما توافقش طبعا يعني من اول ما يبتدي يتغير تاني خالص ما توافقش طبعا لان هنا اصبحت بقى اللي هو الراجل اللي احنا قلنا عليه اسوأ اختيار ده هنا الاختيار للغلط ده اسمه ايه الراجل ده في علم النفس اه لا هو راجل ممكن يكون ايه يعني مش عايزة اقولها كلمة وحشة شوية بس اللي هو اقرب للخبيث شوية اه على فكرة هو برضو فيه ستات انا هاجل الستات وصبره بس عشان فيه ستات بتتمسكن برضو يعني طيب يبقى اول واحد الراجل عايز الست الروشة الحلوة اللي بتلبس حلو في نفس الوقت ست البيت الشطرة التمان حلو كده موجودين ليه الراجل بيخاف عايزة اقولك العاجل الموجودين ليه الراجل بيخاف من الست القوية ليه الراجل بيخاف من الست اللي بتعرف تاخد حقها اللي عارف حقها فين ولو جيت على طرف ليا ولا على حقي انا هعرف اخد حقي منه بسي ايه اللي يخوف في كده بسي دي فطرة دي طبيعة دي طبيعة في الراجل بنرجع لها شوية لأدم وحوة يعني في البداية خلص حوة تتخلق اثمينين كلنا عارفين من دلع الراجل فهنا الحتة هي جاية للراجل وجاية للست زي ما الست أفضل حاجة عندها الاحتواء والحضن حتى اللي هو الطبيعي ما بين الراجل وامراته يعني او الاخ واخته حتى ده بيفرق في مشاعر الست جدا نفس الكلام بالنسبة للراجل هو الراجل حاس ان دي جزء منه وان هي بتطلع منه وان هي بترجع له تاني وان هو لازم هو اللي بيفضل مصايتر شوية خلينا نتكلم بصراحة فبالتالي فبالتالي هنا معادلة الست زكية بقى هي تاخد كرارات وتبقى شخصيتها قوية جدا وقيادية جدا ولكن يعني تبقى مع الراجل لا فيه أنوسة فيه شكل مختلف وفيه في نفس الوقت تقدر ان هي ايه تاخد كل الكرارات هو اللي ياخدها بس بما زكا بس هو مش كل الستات يعني الست دين بالنسبة لي هو خبص على زكاة يعني وانا ما حبش الست الخبيثة بصراح يعني انا افضل الست اللي تبقى واضحة وعارفة يعني مثلا ايه لا انا ما قبلش بدها انا مثلا واخد قراري ان انا السنة دي هننقل البيت كذا 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 لكن فيه ستات اللي هو ايه اللي انت عاوزه حبيبي حاضر اللي انت عاوزه لا بعد كتب ايه رأيك لو عملنا كذا طب لو عملنا بيقولوا عليه زكاء وبيقولوا عليه دهاء يعني فهل هو مطلوب في الزمن ده قليل من الدهاء مع قليل من الزكاء عشان تعرف في توصالي للراجل انه ياخد قرار لا 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 احنا خلينا انه هو زكاء بس انا متفق معاك ان الاولان دي لأ خلص اللي يا طب يا حبيبي ماشي 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 وهي بتضغط على نفسها اعتيجي في وقت ملاقوات انت هتلاقي نفسك خلاص مخنوقة مش قادرة انا هتطر اقول لأ انا هتطر انفجر الشخصية الحقيقة هتطلع الحقيقة هتطلع ايو هتنفجر اما لا جمل اجمل اجمل فغزبا عني في مرة هتطلع اقول لأ انا مش مبسوطة كده انا متدائق كده وهنا تحصل لنا هتطلع في العلاقة صح طب قبل ده لا خليكي انت اللي هو الزكاء الانسة الجميل الحلو وكل حاجة يعني انتو كرجالة تحبوا الستة الضعيفة مش دايمة لا مش دايمة مش دايمة يعني فيه رجالة بتحب ستة ضعيفة فيه رجالة تحب ستة قوية اه نسبة كبيرة من رجالة مش هنقدر نقول يعني ستين او سبعين في المية من رجالة بيحبوا الستة الضعيفة ليه لانا عايزي حس برجلته وبالسيطرة ولكن دا الراجل انا اللي هقول المرادة عشان رجالة لو زالت مني لا دا راجل كده يعني فيه حتة غباء شوي لان هي الرجولة مش بالنهاية تقولك حاضر وطيب ونعم والنهاية تسمع الكلام ونتبقى ضعيفة لا هي معاك انت امرأة ولكن هي قوية جدا شخصية قوية في شغلها في بيتها مع اولادها معاك في الكرارات لان طبيعي جدا انتوا اللي اتنين بتشاركوا بعد كل الكرارات وكل القراء زي ما حريك قلتي مثلا عينين اللي البيت في الوقت الفولينة طب احنا لو جينا اتكلمنا عن اقدرت البيت يعني طبعا افضل حاجة الستة الستة تقريبية الاولاد الستة بالزبط جيتي اتكلمت في حاجات كثيرة قوي هنقولي الستة الستة بصراحة والستة المصرية المتميزة في الحتة دي جدا تعالي قولي الراجل اللي هو معي عشر تلاف جنيه زي مئة ألف جنيه اعرف اعمل بيهم حاجة مش يعرف مش يعرف مش هنعرف احنا الرجالة مش هنعرف لكن الستة ده هتقرف وتجيب لك كل حاجة وتاكل أحسن أكل وتخرج وتفسع وتعمل كل حاجة ومحوش لك فلوس صح بالطبيعة كمان حتة الفلوس دي هنرجع بس هنطلع فاصل نرجع ليه دايما الراجل يحب يعرف كل حاجة عن مراته معاها كام كان في البنك صيغة قد إيه أبوها دها مصروف ولا بدهاش مين أخوها سعيدها ولا مساعدهاش لكن هي تعرفش عنه حاجة أبدا تبقى ستة بقى إيه بتنكش ستة نكاشة عايزة تعرف معايا إيه وشايل كان في البنك ستة مش كويسة ستة دي لها لا لا دي رهيبة أنا أخاف منها بعد الفاصل تعالوا نشوفوا التقرير ونرجع لكم تاني التواق والاحترام وكل حاجة دعني حاجات كتيرة محدش يرضي مش عارفة مش عارفة كلمة الحلوة بس أعطاك كدية أسهل حاجة يعني محتاجة قرار بلا والله إحنا عايزين لهم سيبونا في حالنا وخلاص مش عايزين أي حاجة تانية إحنا ناس مسالبة جدا مش عايزة حاجة والله إحنا كويسين والستات كويس ممكن يكوننا في حاجة كتير تدايق الرجل من الزاد إلى التهتمام حس الأفسان هي أعلى منه يعني بحسها دي أكتر حاجة بتدايقه يعني أولهم الزن وآخرهم الزن الزن والنكد أنا بدايق من عنده بس أرجعنا لكم أرادة مشاهدين أقول دكتور سامح عليها بنفس آآ لا لا وحشة جدا ليه لأن أنتو أنتو الاتنين متعودين على الصراحة يبقى الصراحة كاملة عليك أنتو الاتنين آآ شميعنا كماشا بونس أي كلام ده لا مش موجود ليه ليه ويديها المقدار ده ويفضل هو محتفظ بالباقي طب أنت بتاهم بيه ويقولك لأ عشان ما تطمعش فيها آآ آآ عشان طلبتها كتير دي ما بتصدق أو ما تشوف معايا فلوس بتاخد كل اللي معايا مثلا تيجي بقى أنت تعرف الست دي مثلا أو تبقى عارفهم إحنا أصدقاء مثلا على المستوى العائلي وتبقى عارف ستة لقى مدبرة جدا لقيها أمر محترمة جدا آآ محترمة بل بالعكس هي تقوله بص أنا سعيبة فلوس في الدور جيب أخد الفلوس أنت مش خارج مع أصحابك أو لما يجي يجيب هداية مثلا أو يعمل أي حاجة لأ خد الفلوس الحمد لله إحنا عندنا فلوس في البيت طب إيه ده طب ده راجل طمع جدا طب ده راجل نصاب عاطفية بزاب يعني عارف ساعات بألاقيهم بيعملوا كده عشان الست تصرف آآ شقة وعرق الستات لا يا دي بقى أنا هقولك على حاجة بقى صريحة بقى يلا بقى اللي يزعل يزعل بقى واخد بالك انت دي مكتوبة كلمة ذكر في البطاقة غلط آآ خالص بصي بقى احنا صرحة ليه بقى لأن دي مكتوبة غلط يعني أنت دي ما فيهش أي صفة من صفات الرجول آآ آآ طبعا باستثناء الرجل اللي تعبان اللي ظروفه وحشة لا لا باستثناء يكون الظروفه تعبانة عاصلا عايزة أيه أيه ما اللي بقولك حتى تعبان وعلى فكرة الظروفه لو تعبانة الست بتبقى بتصرف هي مبسوطة يا أيوال الزاء وحسة بالجدعانة وحسة أن هي شايلة بيتها وجزها على فكرة يا ما شفنا ستات مصرية جدعان جدا والغاية دلوقتي فيه ستات شايلة بيت فيه ست سبع عيال وجزها مثلا عنده الكاب التعبان ولا شايل كلا ولا ولا وقعدة بتصرف وبترب العيال ولك وكل الحترام والتقدير لكن الراجل بقى من الأول مستني الست تصرف وآه طب انت معجيش فلوس بقى من رادي طب انت خدت كم من شغلك طب معلش مرتبك الشهر الجاي ممكن ما تجيبش بقى ميكب وما تجيبش لبس عشان عايزينه ندفعه في كذا إيه ده؟ انت راجل؟ آه يعني انت وقف قدام من برية وسأل نفسك السؤال ده هلأ أنا كده مكتمل صفات الرجولة ولا عندي حاجة نقصة عشان نفكارك بس احنا الحلو ان احنا بنسمع البنات الكلام ده عشان ياخدوا بالهم يعني آه طبعا طيب نروح تاني الراجل عايز ايه من الست اللي بيرتبط بيه بوسي هو الراجل عمتا هو كائن بسيط يعني الفرفوشة النعنوشة الأمر دي هو بيقلبها النكادية هو كائن لا لا يعني ياخدها فرفوشة وتبقى بتهزر وبتضحك وبتتنطل فرفوشة كانت أمر وكارزماتيك وكل الناس بتحبها يقلبها يحولها نكادية ومحدش بطيقها أصلا لا لا بوسي اقولك العجل هو الراجل كان بسيط هو عايز يحس دايما ان هي هو بيحتويها بمشاكلها بفلوسها بحياتها بكراراتها رغم ان هي بتاخد القرار زي ما قلنا بقى لحتة الزكاة شوية ولكن هو اللي بيحس دايما ان هو بياخد القرار هو اللي بيدي الأوردر هو اللي بيختار مثلا مع ان هي اللي مختارها برضو فالراجل عايز يحس دايما ان هو القيادي او هو اللي بيتمتع بالصفة بتاعك القيادية او الرجولة في النواب يمارس دا مع حبيبته وصحبته ومراته ووكذا الاخرى فهو الموضوع بسيط جدا للرجل هو دا وعايز حاجة تانية بقى مهمة او ناس كتير او تسألني على الموضوع دا هو الراجل عايز يبقى ايه اقول له الراجل عايز حاجة واحد يبقى مرتاح تعالي بقى ندور مرتاح دي في ايه يعني ان يصفها في حياته يعني فيه راجل مثلا نرجع بقى الامثالة الشعبية والحاجات دي كلها سره في معدته هو بيحب يأكل اكل حلوة ومش عارف ايه ويحلي وكباية الشاي ومعرفش ايه هو عايز كده بس كده هو هو مرتاح في دي طلباته بسيطة يعني جدا الراجل عايز يعيش مرتاح جدا اه هو بس كلمة مرتاح دي الراجل عايز يعيش مرتاح طب ازاي ست تقرب من الراجل وتفهم احتياجاته مدام هو عايز طلباته بسيط بما ان الرجالة طلباتها بسيطة الراجل عايز يعيش مرتاح بس طب انا زاي اقرب له وعايشه في الراحة دي ممكن اكون عاملاله حاجات كتير قوي بس مش هيا دي الراحة بالنسبة برافو عليكي صح ايوة ممكن تكون عاملاله قلباله البيت ده جنة اه بالزبط هو مش عايز ده هو بيحب يخرج اه بيحب تشاركه في خروجاته تمام كده تشاركه مثلا في ان هي تعمله اكل حلوة اه لا ان هو يسحب للنوم يفتروا مع بعضه عشان هو رايح الشغل بسرعة يعني هوا حاجات بسيطة هتعرفها منين ما لقاش حل الا التجربة والوقت والعشرة بالعشرة بالزبط عشان كده الناس لما تيجي تقول لي اتخطبنا في شهر واحد ونتجوز كمان شهرين قالوا ما تصبروا شوي اعرفوا بعض اكتر يعني ما فهاش حاجة لما نعرف بعض اكتر تب العشرة دي لو خطوبة سنة مثلا كفاءة سنة حلوة سنة كفاءة اه هتطفك معك معقول يعني سنة حلوة سنة ضد التطويل برضو لا 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 يعني ضد ان الخطوبة تفضل كتير برضو بتبوز برضو لا 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 يعني مش حلوة هي سنة طبعية سنة حلوة قوي عن مر بحاجات كتيرة في السنة دي يعني عن مر بشغل ومشاكل باعيات بمواسم كل دي بيتبين واحنا طبعا ما شاء الله عندنا في مصر الاعيات كتير فهتبين اللي حيعملت ازاي تمر بصيف بشيطها بتقلبات هتمر بكل حاجة هتعرفه بعد اكتر طيب انت قلت الاحتياجات ممكن ان هي تقعد معايا وتتكلم وتفهم هو عايز ايه 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 اللي بيحبه ايه اللي بيرتاحله طيب ده الراجل اللي بيتكلم اه ده الراجل الايه اللي بيتكلم في بقى بعض الرجالة الصامتة مم ما بيتكلمش طب انا افهم ازاي احتياجاته ايه أفهم إزاي هو إلي مريحه إلي مش مريحه نفهم إزاي الرجل الصامت دول مش عارف أدفع عنهم دول أنا معاك لأنا مش عارف ربنا معاكو بقى إنت ساكت طب هيها تعرف من إيه تعرف من إيه طب فين دايما نقول إيه كلمة اللي هي فين الكاتالوج بتاعك أيها بزا ما أنت ما قلتوش ودي حاجات شخصية يعني عمرنا ما أنا عارفها من بعد حاجات صعبة قوي جدا أنا عارف من إيه أنت بتحبي إيه وتكره إيه إلا لما أشوفك مرة واثنين وثلاثة ونبقى في عشرة ونقض ونتكلم وتقولي لي طبعا رجل أو ستة يعني وتحاول الستة تنكشه وتحاول تتكلم معاه قولي طب عايز إيه رجالة بتبقى تقيل قوي بشوف رجالة كتير قوي يقول له إيه لا إنت زنانة سألتني عشرين مرة أنت مالك عشان إنت شكلك وحش عشان إنت لو ردت من أول سؤال هي مش هتسأل العشرين مرة هي مش زنانة الزنانة ديف حاجات تانية لكن ده مش زن بالعكس ده هي بتقولك أنت مالك عشان هي عايزك تشوفك كويس أنت وحش أنت مكشر أنت مدى أنت على طول متعصب فبتقولك أنت مالك عشان تنطق عشان تقول والاهتمام ما يست هي الست أصلا دايما حوالين جزء حوالين الراجل بتاع يعني دايما عايزة ترضي دايما عايزة تدلع وعايزة تاكل أسخلك عاملك شاي عاملك قهوة يعني دايما الستة المصرية كده معطاق بطبعها هو ده الاهتمام مشاعر واهتمام هو ده الاهتمام يجي بقى رجالة يقولولي طب ما إحنا بنسأل ستات كتير عشرين مرة أقوله كم عشرين لا أنت مفروض تسأل متين ده الفرق بقى ما بين طبعا رجل والستة يا جماعة ما إحنا لازم نكون متأكدين من الكلام ده لازم تقول أكتر الستة وفي توقيتات معينة وبشكل معين وبسلوب معين عشان هي تقول لك مالها أو تقول لك ايه مشكلة صح ده مش عيب صح بس الصح أن أنت تبقى عارف ده وعارف ده والرجل يبقى مقتنع والستة تبقى مقتنع عشان دي طبيعة طب دكتور سامح هل لسه في عندنا أزمة منتصف العمر ولا ده بقى طايتل قديم نا بقى آه الموضوع يعني أنا بحسه أنا على المستوى الشخصي كسامح يعني لأ بحسه أنه هو لا مش ما بقاش زي زمان لا مش موجود لأنه يمكن نفتاح المجتمعات بطريقة صعبة قوي فما بقاش فيه أزمة منتصف العمر بقى كلها حاجة متاحة من صغير ولا كبير آه آه وش أقول لك الدنيا لما تطوارجت شوية سن الجواز بقى بيفرق أصلا الجواز كده كده بقى متأخر شوية عن زمان لأ فيه ناس بتتجوز سنة ومش قادر تكمل فيه بيعضو سنين عشرة ومكملين فالموضوع كان التايتل ده كان زمان موجود صح بس ساعات بعد أقول لك على حاجة بعد مثلا الخمسين أو ساعات بعد الأربعين الراجل فجأة بتغيره ستة بتفضل زي ما هي يعني الراجل فجأة عايز يعيش حياته فجأة عايز يحس ان هو صغير فجأة ايه ده فالست اللي هو مالك يا باب مالك يا حبيبي فاللي هو طب هو بتغير ليه وهي خلاص بقى يعني يعني مش هنقول بقى كبرة لا طبعا هي زي ما هي ايوة هي قدو ممكن تكون أصغر منه كم سنة لكن هي الفكرة كلها ان هي شايفة ان التجاهات الحياة بقت كده دلوقتي لكن هو لا هو رجع وراء شويتين ثلاثة الرجالة بقى دين نلحقهم بقى بدري بقى الشباب بقى دلوقتي نقولهم ما تقعدش اشتغل قوي ما تقعدش اشتغل واكتهد وابلي نفسك وكل حاجة بس ما تشتغلش قوي وما تعملش كل حاجة بادري في حياتك قوي عشان هتيجي قدام تزهق ايوة هي دي الفكرة خلي بالك هو الموضوع بسيط هو انت عارفة اول ما بيتخرج ما تفر بقى من كلية ايه بيبدأ ان هو يشتغل وياخد كرسات ويشتغل شغلانتين وتلاتة يخش في مراحلة الجواز فما بيستمتعش اه ما بيستمتع يخش في مراحلة الجواز يجري عشان يأسس نفسه وبيت وشقة وعفش وحياة وجواز ومصاريف يفضل ضغط على النفسه وعشرين تلاتين سنة ايوة انا قابلت قابلت حد في مشكلة كده فكان نفسه يدخل هندسة يعني الكلام جاب بعض فبقوله ليه ما دخلتش هندسة ما انت دخلت يقال لي حقوق وهو بيشتغل في مهنة تلتة خالص يعني لا هندسة ولا حقوق فبقوله ليه يعلم مثلا قال لي بس زاكيرت قوي من اول يوم سنوية عام فقالت له طب ما دي حاجة حلو قال لي لا ده انا دست دست جمد المطور على اخره جيت اخر شهر في سنوية عامة انا مش قادر ازاك فما جبتش مجموع مثلا بتاعك ده مظبوط جدا صح ليه لان هو ده اسم الاول دايما بنشبهه مش بالسبق الزغير لا بالمرسون الناس كلها طبعا عارفها المرسون سبق بقى كزا كيلو مش عارف قد ايه فبتلاقي ان هو ما حدش بيجري من اول خطوة من اول مئة متر بسرعة لا بتاخد نفسك وبتجري بالراحة 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 عشان تقدر تكمل المسافة دي كلها فهي ما تجريش قوي ما تتعبش قوي ما تشتغلش ثلاث اربع شغلانات وطرهك نفسك يعني ما شافش بقى ان هو يخرج مش عارفه سفر يروح فين ويعمل ايه ويروح اصلا التجارب دي هي ليه ناضج كده عنده نضج عاطفي ونضج مجتمعي يعني لكن بجد اللي هو العشوائي ده تحس ان هو ما مرش بتجارب علمته بسرعة قص الدنيا بتعلم الحياة بتعلم وبرده عارفه بشكل تاني مثلا زي ايه زي ما بتلاقي واحد يعني يقول ايه هو محروم هو ماله بيعمل كده ليه ايوا ايه احنا بدون مستغربين بسرعة لكن هو فعلا هو محروم هو قاعد فترة طويلة ما عملش ده لنفسه بس وراء ايه ده مع انه على فكرة بقى معاه فلوس كويسة ووضع الاجتماعي كويس ومتجاوز ومخلف بس عايز يبدأ يفك شوية ايوا طب ما كنت امشي بقى حياتك طبيعية خالص عشان ما تدهيقش يعني دايب خلينا في نهاية الحلقة كده نقول حاجات مهمة كده دسمة وراء بعض يعني عشان انا اقدر افهمك وانت تفهمني مفوض نعمل ايه احنا الاثنين اول حاجة اتكلموا مع بعض النقاش والكلام بكل صراحة ما نخبيش على بعض حاجة زي ما اتفقنا لا راجل ولا ست ونتكلم مع بعض دايما ونقول الصراحة من اول دقيقة ده اول حاجة كده تاني حاجة لو قعدت تدور كده كده على الست دي من اول يوم انت لقيت الست الفرفوشة الحلوة هتخدها هتكمل معا كده هتدور على الست بتاعت الست البيت بشكل معين خدها من الاول كده لا تقعدها من شغل ولا تلبسها لبس مختلف ولا اتتيود مختلف ولا اي حاجة مختلفة ده قرارك انت كراجل الست لو لقيت تغيير هو قافي ويعمل ستوب وطلوبي التغيير في حاجة زي كده لان ده اللي ما اتفقناش عليه يعني اهو بنقول النصيح للرجل يعني ده انا تنازل على عن اهتماماتي واحتياجاتي ولا هو يتنازل محدش يتنازل يعني لازم ناخد بعض جاهزين يا جد انا مش تاخدين نفصل بعض بزرط يعني احبش داخلين نفصل بعض احنا احنا انا اخدق جاهز زي ما انت عاجبني عاجبني واش عاجبني سلامه عليه بك تجي على بعض وكده اخدته وانت ايه خلاص انت راضي بالست دي وانت راضي بالراجل ده تمام اي ضرب في العلاقة ما تشيلش وابدأ قعد وتكلم تاني نرجع للصراحة تاني كراجل وكست بشكر ديفي جدا جدا يا دكتور سامح ناصر استشاري لعلاقات الاسرية بشكرك جدا يا دكتور سامح دي لكن الكلام فعلا زي ما دكتور سامح قال نتكلم نتكلم زي حتى قالوا اتكلم عشان اعرفك يعني لما الواحد بيتكلم يفتع ابوه كده ويتكلم انا بفهم ده مصقف ده عشوائي ده بيتفازلك ده صوته عالي ده ما والناس توقع تنطق كلام انجليزي هم مش فاهمين يعني انجليزي فبعرف الشخصية اول ما بيتكلم فانتو الاتنين عدوا تكلموا انت تكلموا عن احتياجاتك يعني انا دلوقتي بشوف انتو ما بتجوش غير باللي انا بقولو ده بشوف دلوقتي بنات وصغيرة يعني يا ستاتي اللي مش قادرة تكلمي ولا تقولي احتياجاتك بشوف بنات صغيرة عشرين اتنين وعشرين سنة بتقعد معا مرة مرتين تلاتة تعارف تالت مرة بتقولي انا قلت له احتياجاتي ايه انا بحب كذا وما بحبش كذا انا بحب كذا وما بحبش كذا ولما زعلنين تعمل كذا وما تعملش كذا لقيته مصمم هو وهو عايز هو اللي يمشيني على كلامه او يسخرني اللي هو عايز يغير طبعها قالت لي لا طبعا سلامه عليكم انا ليه اهدرتقتي وصحتي ووقتي مع واحده مش عارف يفهمني ولا عايز يفهمني خلاص كده تمام ابتدينا نفهم اللي هو انا مشى في التراك لا من اوله من اول النفق مش لازم ادخل النفق المظلم وهو وصل غاية نهايته وابقى معايا تلات اربع عيال وعمللتم وصوت وعايت فمن الاول متفاهمين تمام عارفين نتكلم مع بعض الحمد لله بيعرف يصالحني لما بزعل الله اكبر الجمال ده بيعرف يرديني ويطبطب على خاطري كل الحاجات دي بتفرق في الحياة لكن لما بلاقيه في الاول صامت وقامت وجاحد لا خلاص ما يناسبنيش ما يناسبنيش اللي ما يناسبنيش يبقى باي باي صح كده يلا اشوفكم الحلقة الجاهلة خير ان شاء الله ودايما معاكم امام مختار ويحكى ان على شاشة القناة اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة